بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نكمل هذا ثاني درس في الجذور وهو آخر درس بإذن الله قد يكون الفيديو طويل قليلا لكن ركز معي لا يهمك أن الفيديو طويل ركز معي سوف تفهم الجذور في فيديو واحد في درس واحد إن شاء الله لماذا؟ لأن هذا الدرس سهل ولأن الرياضيات سهلة لا تقولوا صعبة دائما أقول لكم ركزوا واجتهدوا سوف تجدون أن الرياضيات سهلة عفوا ركزوا معي فقط سوف تفهمون إن شاء الله في فيديو واحد أولا كي تفهم الجذور درس الجذور أولا أعطيك هذه الأعداد يجب أن تحفظها إذا لم تكن حافظا لهذه الأعداد اذهب وحفظ هذه الأعداد ثم عد لتفهم الدرس لماذا أقول لك احفظ هذه الأعداد؟ تقول يا أستاذ توجد الآلة الحاسبة أحسب بالآلة الحاسبة لا في شهاد تعليم متوسط لا يعطيك عشر ساعات للإجابة يعطيك ساعتين فقط إذا كنت أي شيء ولا أي عدد سوف تحسبه بالآلة الحاسبة فيلزمك عشر ساعات كي تنهي العمل ليس أي شيء وأي حساب بالآلة الحاسبة آلة الحاسبة نستعملها للحسابة الصعبة وفقط توجد أمور مثل درس الجذور لا أستعمل الآلة الحاسبة إلا للضرورة هذه الأعداد لماذا قلت لك احفظها؟ نعمل بها دائما في الجذور إذا لم تكن حافظا لهذه الأعداد كيف سوف أفهمك درس الجذور؟ ما هي هذه الأعداد التي أتحدث عنها؟ يجب أن تعرف أن واحد مربع يساوي واحد جذر واحد يساوي واحد إثنان مربع يساوي أربع جذر أربع يساوي إثنان تقول يا أستاذ أنت لم تدرسنا القواعد ومباشرة الدرس نحن نحل التمارين كي نفهم القواعد وليس نفهم القواعد ثم نحل التمارين الآن أركز معي أول شيء تعرفه بالنسبة للجذور معلومة بسيطة أبدأ لك بالمعلومات البسيطة أنت ماذا تعرف الآن؟ اعلم أن الجذر هي دالة في الرياضيات وهي عكس دالة المربع دعك من التعريفات المعقدة والكبيرة لا نفهم ببساطة ما هو الجذر؟ الجذر هو دالة عكس دالة المربع ماذا أقصد؟ انظر معي هنا قلنا واحد مربع يساوي واحد جذر واحد يساوي واحد دعنا من هذا المثال أول غير ما فهم كل حسابات واحد واحد نذهب إلى هنا اثنان مربع يساوي أربع انظر عندما وضعت المربع أصبح اثنان أربعة الآن أربعة عندما وضعت له الجذر كيف أرجع للنتيجة؟ اثنان الآن أنت دعك من التعريفات المعقدة يمكنك أن تقول الآن أنه اثنان مربع يساوي أربعة أنه الجذر عكس المربع عندما يتحسن مستوىك وتصبح بقريف الرياضيات سوف نفهمك بالتدقيق ما هو الجذر لكن الآن يمكنك أن تقول أن الجذر يعمل عكس المربع اثنان مربع يساوي أربعة جذر أربعة يساوي اثنان ثلاثة مربع يساوي تسعة جذر تسعة يساوي ثلاثة أربعة مربع يساوي ستة عشر جذر ثلاثة عشر يساوي أربعة خمسة مربع يساوي خمسة وعشرين جذر خمسة وعشرين يساوي خمسة وهكذا ستة مربع سبعة مربع ثمانية مربع تسعة مربع عشر مربع حتى خمسة عشر مربع هذه الأعداد يجب أن تكون حافظا لها جيدا إذا لم تحفظ هذه الأعداد جيدا لن أستطيع أن أفهمك درس الجذور لأنك تعتمد في كل شيء على الألة الحاسبة لا نعتمد في كل شيء على الألة الحاسبة وإن هو عقلنا الآن هذه الأعداد تحفظها واحد مربع كم يساوي واحد جذر واحد يساوي واحد اثنان مربع يساوي أربعة جذر أربعة يساوي اثنان ثلاثة مربع يساوي تسعة جذر تسعة يساوي ثلاثة أربعة مربع يساوي ستة عشر جذر ستة عشر يساوي أربعة إذا حفظت هذه الأعداد فأنت لا تعلم أنك فاهمت نصف الدرس أنتم كتلاميذ لا تعلمون هذا لكن أنا كأستاذ أعلم هذا إذا حفظت هذه الأعداد فأنت فاهم لنصف الدرس الآن نفرض أنك حفظت هذه الأعداد انتهينا منها الآن نذهب مباشرة إلى التبسيط تجد في الكتاب يقول لك مثلا أحسب A أو أكتب A على أبسط شكل ممكن حيث A يسوي جذر 18 زائد جذر 72 ناقص جذر 8 بسيطة جدا كيف بسيطة جدا أذهب إلى أصغر عدد في هذا المثال أذهب إلى أصغر عدد مثلا في هذا المثال ما هو أصغر عدد هو تمانية جذر تمانية الآن لماذا قلت لك احفظ هذه الأعداد جيدا لأنه أي تبسيط أي تبسيط في الجذور يجب أن نستعمل هذه الأعداد أي تبسيط مستحيل تجري تبسيط في الجذور ولا تستعمل هذه الأعداد الآن جذر تمانية أنا الآن حافظ الأعداد التي تجدر هذه أنا حافظ هذه الأعداد هذه 1 4 9 16 25 26 49 61 21 24 29 26 29 25 لأننا حافظ لهذه الأعداد ما دام حافظ لها أفكر في ذهني أقول 8 8 أريد أريد 8 هذا أن أكتبه على شكل ضرب بشرط أريد 8 هذا أكتبه على شكل ضرب بشرط في الضرب أكتبه على شكل عدد في عدد A في B عدد طبيعي في عدد طبيعي هذا التمانية قلنا نبحث عن أصغر عدد ثم هذا العدد أريد أن أكتبه على شكل A في B عدد طبيعي في عدد طبيعي حيث A و B عددان طبيعيين A في B بشرط هذين العددين يجب أن يكون أحدهما من هذه القائمة هذا الشرط ولذلك قلت لك يجب أن تحفظ هذه العدد الآن أريد أن أكتب تمانية عدد في عدد بشرط يجب أن يكون أحدهما ليس كلاهما أحدهما فقط من هذه القائمة الآن كيف أكتب تمانية؟ تمانية هذا أكتبه أربعة في إثنان انظروا كيف كتب تمانية عدد طبيعي في عدد طبيعي بشرط قلت لكم أحدهما من هذه القائمة من هو العدد الذي يكون من هذه القائمة؟ أربعة أم إثنان؟ هو الأربعة لأن في هذه القائمة لا يوجد إثنان يوجد لدي جذر واحد جذر أربعة جذر تسعة جذر ستة عشر خمسة وعشر يجب دائما أن يكون أحد هذين العددين من هذه القائمة أظن أن هذا مفهم بعد ما تحسب العدد الصغير انتهيت الآن الأعداد الأخرى بسيطة جدا كيف بسيطة جدا؟ نأتي الآن إلى جذر تمانية عشر نأتي إلى جذر تمانية عشر انظروا هنا نأتي بالآلة الحاسبة أتمنى أن تكون الآلة الحاسبة واضحة ماذا أفعل؟ وجدت هنا أربعة في إثنان قلنا هذا العدد من القائمة الآن تمانية عشر أقسمه على العدد الذي ليس من القائمة أربعة من القائمة دعنا من الآلة الحاسبة انظروا أربعة من القائمة لكن إثنان ليس من القائمة الآن هذا العدد تمانية عشر أقسمه على العدد الذي ليس من القائمة 18 على 2 ماذا يساوي 9 9 في 2 تأتي بالآلة الحاسبة تقسم 18 على 2 تجدها يساوي 9 إذن 18 يساوي 9 في 2 نفس الشيء بالنسبة 72 بالآلة الحاسبة 72 قسمة 2 ماذا يساوي يساوي 36 إذن 36 في 2 ماذا قلت لكم سابقا قلت لكم سابقا عندما تجري عملية الضرب يجب أن يكون أحد العددين من القائمة دعنا نتأكد من هذا هل 9 من القائمة نعم من القائمة هل 36 من القائمة نعم من القائمة دائما العدد يكون من القائمة أنت تبدأ فقط بالعدد الأول أصغر تختار الأصغر حتى لا يكون الحساب صعب ثم إذا وجدت الأصغر تقسم فقط على العدد الذي ليس من القائمة الآن ويساوي لم ندرس القواعد سابقا لكن الآن نستطيع أن ندرس القواعد ماذا يساوي جدر A في B يساوي جدر A في جدر B ماذا يعني هذا الكلام معناه في الضرب والقسمة تستطيع أن تفصل الجدر لم ندرس القواعد سابقا لكن نستطيع أن ندرسها الآن جدر A في B يساوي جدر A في جدر B هذا الكلام ماذا يعني معناه في الضرب تستطيع أن تفصل الجدر يكون الجدر غير مفصول تستطيع أن تفصله والعكس صحيح يكون الجدر مفصول تستطيع أن تكتبه غير مفصول مثلا جدر 2 في جدر 7 انظروا مفصول أستطيع أن أكتبه جدر 2 في 7 جدر 1 لو كان جدر 5 في 3 غير مفصول أستطيع أن أفصله جدر 5 في 3 وكذلك في القسمة جدر 5 على 4 يساوي جدر 5 لوحده على جدر 4 لوحده هذه القاعدة بسيطة جدا في الضرب والقسمة أستطيع أن أفصل الجذور في الجمع والطرح ممنوع في الجمع والطرح لا أستطيع أن أفصل الجذور في الجمع والطرح لا تستطيع تستطيع في الضرب والقسمة فقط الآن هنا أستطيع قلت أن أفصل الجذور جذر 9 لوحده جذر 2 لوحده قلت لك احفظ هذه الأعداد لماذا قلت لك في الأول احفظ هذه الأعداد لا أستعمل الآلة الحاسبة في كل مرة مباشرة وجدت جذر 9 ماذا يساوي يساوي 3 جذر 9 له نتيجة 3 الآن يبقى جذر 2 لا يوجد له نتيجة لا يوجد له قيمة حقيقية يبقى كما هو لماذا لا يوجد له قيمة انظر هنا يوجد 1 استطيع أن أجذره 4 9 16 5 لكن 2 لا استطيع لا يملك قيمة حقيقية إذا حسبت بالألة حاسبة جذر 2 تجد عدد بالفاصلة غير ممتعية معناه لا يملك قيمة حقيقية هنا نفس الشيء لا استعمل الآلة الحاسبة في كل مرة أنا حافظ أن جذر 36 يساوي 6 وجذر 2 غير موجود في القائمة ناقص جذر 4 أنا حافظ أنه يساوي 2 جذر 2 لا يوجد في القائمة بسيطة جدا رأيتم الرياضيات بسيطة وسهلة فقط نحن لا نجتهد يا أعزائي الآن كيف أكمل لدي جذر 2 جذر 2 جذر 2 يكفيني 1 جذر 2 1 بما أنه نفسه لو كان الجذر ليس نفسه هنا جذر 2 هنا جذر 3 هنا جذر 7 لا أستطيع أن أجمع لكن بما أنه نفس الجذر أستطيع أن أجمع هذه هي القاعدة انظروا في الضرب أستطيع أن أفصل الجذر كما أشاء وأرجعها كما أشاء هذه هي القاعدة للضرب والقسمة ما هي القاعدة في الجمع والطرح؟ قاعدة في الجمع والطرح إذا كان لدي نفس الجذر أستطيع عفوا إذا كان لدي نفس العدد تحت الجذر أستطيع أن أجمع أو أطرح إذا لم يكن لدي نفس العدد لا أستطيع انظروا أعطيكم مثال قاعدة الضرب والقسمة مفهومة فهمناها الآن في الجمعة والطرح لدي 3 جدر 5 زائد 4 جدر 5 هذه القاعدة الآن للجمعة والطرح تصلح للجمعة والطرح لدي نفس العدد تحت الجدر هنا تحت الجدر 5 وهنا تحت الجدر 5 أستطيع أن أجمع 3 زائد 4 سبعة لو كان طرح أستطيع أن أطرح لا توجد مشكلة لأن لدي نفس العدد تحت الجدر لكن مثلا 3 جدر 7 ماقص 3 جدر 5 هنا هل أستطيع أن أجمع أو أطرح لا أستطيع لماذا ليس لدي نفس العدد تحت الجدر حداري تقول يا أستاذ هنا 3 وهنا 3 أنا كتبت هنا 3 وهنا 3 كي أخداعك لا يهمني خارج الجدر يهمني داخل الجدر إذا كان لدي نفس العدد أستطيع أن أجمع وأطرح ليس لدي نفس العدد لا أستطيع أن أجمع أو أطرح نعود للمثال قلنا هنا لدي نفس العدد تحت الجدر أستطيع أن أجمع وأطرح 3 زائد 6 9 9 ناقص 2 7 هكذا بكل بساطة هذا هو تبسيط الجدور بسيط جدا يا أعزائي فقط تركزوا اجتهدوا وكونوا جديين في الدراسة ليس تحل تمرين فقط وتقول أنا لا أفهم الرياضيات نكمل يا أعزائي مثال آخر حتى تفهموا بيسوي جدر 20 ناقص جدر 125 ناقص جدر 45 الآن قلنا بماذا نبدأ؟ نبدأ بأصغر عدد ما هو أصغر عدد هو 20 قلنا 20 هذا أكتبوه على شكل عدد طبيعي في عدد طبيعي بشرط ما هو الشرط؟ أحد العددين يجب أن يكون من القائمة التي أحفظها أين هي القائمة؟ ها هي القائمة الآن أنا جدر 20 هذا أكتبه 4 في 5 لماذا كتبته 4 في 5؟ لأني أعلم أن 4 من القائمة مثال 20 لماذا لا أكتبه 10 في 2؟ لأن 10 ليس من القائمة و20 ليس من القائمة قلنا يجب أن يكون أحد العددين من القائمة أي قائمة أتحدث عنها؟ عفون هي هذه جدر 1 1 4 يساوي 1 جدر 1 يساوي 1 وهكذا هذه القائمة هي الأعداد التي تحصلت عليها بالتربيع 1 1 4 يساوي 1 2 4 3 4 يساوي 9 ما هي القائمة هي هذه؟ هي الأعداد التي تحصلت عليها بالتربيع 1 4 9 16 25 26 39 40 هذه القائمة التي قلت لكم يجب أن تحفظوها جيدا الآن انتهينا من العدد الأول قلنا الآن كيف نكمل بقية الأعداد؟ كيف نكمل؟ قلنا بسيطة عندما أجد الأول نأتي بالآلة الحاسبة وأقسم على العدد الذي ليس من القائمة لا أقسم على الأربعة الأربعة من القائمة أقسم على العدد الذي ليس من القائمة أقسم على الخمسة 125 على 5 ماذا يساوي؟ يساوي 25 في 5 لأنني قسمت على الخمسة 45 على 5 ماذا يساوي 9؟ 9 في 5 لأنني قسمت على الخمسة كيف أكمل؟ أنا حافظ أن جذر 4 يساوي 2 جذر 5 غير موجود في القائمة ليس لا نستطيع حسابه مثلا جذر 4 عندما تحسبوه تجد 2 عدد طبيعي لكن جذر 5 تجد عدد بالفاصلة غير منتهية إذن نتركه كما هو جذر 5 ناقص أنا حافظ أن جذر 25 يساوي 5 جذر 5 لا أحسبوه ليس عدد طبيعي جذر 9 أنا حافظ أنه 3 وجذر 5 لا يحسب يبقى كما هو ثم 2 قلنا جذر 5 جذر 5 جذر 5 ماذا من نفس الجذر أستطيع أن أجمع وأطرح يبقى 2 ناقص 5 يساوي ناقص 3 ناقص 3 ناقص 3 يساوي ناقص 6 هذه الأعداد أحسبها دهنيا أو بالألة الحاسبة كما تريد الآن تقول يا أستاذ هذه فهمناها فهمناها هذه الجذور فهمناها الآن تقول يا أستاذ ماذا نفعل مع الجذور التي تكون معها هنا أعداد عوامل يوجد عوامل هذا الجذر مضروف فيه 2 هذا الجذر مضروف فيه 7 هذا الجذر مضروف فيه 3 نفس الشيء نفس العمل ما هو الشيء الإضافي انظروا هو نفس العمل لكن ما هو الشيء الإضافي هنا جذر 20 عندما حسبته وجدت 2 خرجت خارج الجذر الآن إثنان عندما خرجت خارج الجذر لو كان هنا مثلا 3 إثنان عندما خرجت خارج الجذر أضربها في 3 التي كانت من الأول خارج الجذر هذه بسيطة نفس العمل لكن العدد عندما يخرج من الجذر أضربه في هذا العدد الذي كان من الأول خارج الجذر بالمثال حتى تفهموا قلنا كيف نبدأ أخطار أصغر عدد أين هو أصغر عدد جذر 27 جذر 12 هو أصغر عدد الآن قلنا جذر 12 3 فيه قلنا أضريبه هو عدد طبيعي في عدد طبيعي أحدهم من القائمة 4 فيه 3 فقط يا أحبائي ملاحظة هنا صدفة فقط هنا 4 وهنا 4 وهنا 4 صدفة فقط لا تقول دائما أربعة لا حداري صدفة فقط قد يكون أربعة قد يكون تسعة قد يكون ستة عشر قد يكون خمسة وعشرون المهم من القائمة أنا صدفة كانت الأمثلة الثلاثة بأربعة هذه صدفة فقط ليس دائما قد يكون تسعة ستة عشر خمسة وعشرون المهم عدد من القائمة الآن قلنا 12 هو يكتب أربعة في ثلاثة قلنا كيف نكمل هذه اتنان جذر 27 قلنا عندما أجد هذا أقسم على العدد الذي ليس من القائمة أربعة من القائمة ثلاثة ليس من القائمة سبعة وعشرون على ثلاثة ماذا يساوي تسعة في ثلاثة ناقص سبعة جذر تمانية وأربعون تمانية وأربعون أقسمه على ثلاثة ستة عشر في ثلاثة انظروا بسيطة جدا زائد هذا العدد اللي هو ثلاثة جذر أربعة في ثلاثة انظروا نفس العمل في هذا المثال أو في هذا المثال أين الاختلاف؟ سوف أقول لكم الاختلاف بسيط جدا في الأمثلة السابقة كنت أقول لكم جذر تسعة يساوي ثلاثة وأكتب ثلاثة فقط لأنه في الأمثلة السابقة لا يوجد عدد هنا جذر تسعة يساوي ثلاثة أكتب ثلاثة وفقط لكن الآن جذر تسعة يساوي ثلاثة ونضربه في إثنان لدينا عدد هنا ليس لدي عدد هنا انظروا جذر أربعة يساوي إثنان هذه جذر أربعة يساوي إثنان لأنه لا يوجد عدد هنا جذر أربعة يساوي إثنان لكن هنا يوجد عدد إذن جذر تسعة يساوي 3 مضعوب في 2 يصبح 6 وجدر 3 يبقى كما هو لأنه ليس من القائمة عندما أحسبه لأجد عدد طبيعي هنا نفس الشيء جدر 16 يساوي 4 لكن توجد 7 عندما يخرج 4 توجد 7 تصبح 4 في 7 8 و 20 بسيطة أدون بسيطة ركزوا فقط هنا نفس الشيء أنا أحفظ أن جدر 4 يساوي 2 عفوا أحفظ أن جدر 4 يساوي 2 لكن عندما تخرج 2 خارج جدر تجي 3 و 2 في 3 ماذا يساوي يساوي 6 جدر 3 ثم بسيطة لدي جدر 3 جدر 3 جدر 3 قلنا في الجمع والطرح إذا كان لدي نفس العدد تحت الجدر أستطيع أن أجمع أطرح 6 نقص 28 يساوي نقص 22 نقص 22 زائد 6 ماذا يساوي يساوي نقص 16 جدر 3 هذا هو درس الجذور بكل بساطة لا تقول لي أن الرياضيات صعبة يا أحباء صدقوني الرياضيات سهلة وبسيطة ولا يوجد فيها أي تعقيد فقط ركز مع الأستاذ عندما يشرح وقم بحل التمارين لا تستمع إلى الفيديو وفقط قم بحل التمارين وإذا لم تفهم أي شيء يمكنك مرسلتي عن طريق صفحتي على الفيسبوك وسوف أجيبك على جميع تساؤلاتك إن شاء الله بالتوفيق يا أعزائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته